إذن مشاهدين منذ اندلاع المواجهات في الخامس عشر من إبريل الماضي والسودان في أتوني معركة جوية وبرية أدت إلى إجلاء المئات ونزوح الآلاف مرورا طبعا بوضع إنساني مترد وعمليات نهب وتخريب ليأتي التوقيع على اتفاق إعلان مبادئ بين طرفي النزاع بمدينة جدة لم تمضي في الحقيقة ساعات على توقيع إعلان المبادئ حتى استؤنفت المواجهات هذا الإعلان إعلان المبادئ الذي وقع بجدة لا يوجد ضمن بنوده التزام بوقف إطلاق النار إلا أن جهود القائمين على هذه المحادثات وبسبب صعوبة المفاوضات قرروا تقسيمها إلى إعلان مبادئ أولا وقبل ذلك ثم ينتقل إلى الشق الآخر والمتعلق بالمفاوضات حول وقف إطلاق النار الخارجية الأمريكية أشارت في بيانها إلى أن المحادثات في جدة ستركز بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار أو وقف إطلاق النار لعشرة أيام وأن هناك تدابير يجرى مناقشتها لتضمن آلية مراقبة سعودية أمريكية لوقف إطلاق النار بدعم دولي إلا أن ممثل الأمم المتحدة الخاص للسودان فولكال بيرتس أبدأ تفاؤله بشأن إمكانية توصل المحادثات بالفعل لوقف إطلاق النار في السودان في الأيام القليلة المقبلة مؤكدا أنه تلقى تطمينات من أطراف النزاع بمواصلة المحادثات في السعودية ورغم أن مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية الأمريكية يرى أن طرفي النزاع متباعدان جدا وأن الخارجية لا تتوقع امتثالا كاملا لنبادئ الواردة في الإعلان إلا أن الرياض وصفت الاتفاق بأنه مجرد خطوة أولى حيث أكدت مصادر سعودية للرويترز أن ممثلي طرفي الصراع السودانيسي يواصلان في جدة وسيلتقيان ويتحدثان الأحد المقبل بناء على آلية تنفيذ أعلان جدة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس الدنبيهات ترجمة نانسي قنقر